برحب بكم عزيزيزين في حلقة جديدة من حلقات سين وجيم وعنواح حلقتنا حراسة الرسول من صفية والسؤال من موقع اسلام ويب وخلينا نشوف السؤال بيقول ايه بعض الشعيون يقولون ان الرسول كان يقتل للعدو كي يتزوج امرأته او بنته مثل اليهودي الخيبري الذي قتله الرسول وتزوج ابنته اريد تفسيرا هنا السؤال بيقول ان رسول اسلام كان بيقتل للعدو هدف ياخد النساء زي اليهودي اللي قتل للرسول وتزوج بنته وخلينا نشوف الإجابة فرية أن النبي كان يقتل العدو كي يتزوج امرأته أو بنته فهذا يكذبه المنقول والمعقول أما المنقول فقد ثبت في الصحين أن الله لما فتح خيبر عن المسلمين ذكر للنبي جمال سفية بنتها وقد قتل زوجها وكانت عروسا وهذا ظاهر جدا أن النبي لم يعلم بها إلا بعد قتل زوجها وهنا بيقول النداء افتر على رسول الإسلام أنه كان يقتل من أجل النساء وأن في الصححين لما فتح خيبر قالوا له على جمال سفية وكان قتل جزها وخلينا نشوف المنقول في القتب قال إيه ومنهم من يقول إذن لي ولا تفتني قال في الفتن سقطوا أن جهنم المحيط للكافرين ودي صورة التوبة 49 تفسير ابن كسير بيقول إيه قال رسول الله ذات يوم وهو في جهازه للجد بن قيس بني سلمة هل لك يا جد العام في جلات بني الأصفر فقال يا رسول الله ائذل لي ولا تفتني فوالله لقد عرف قومي ما رجل أشد عجبا بالنساء مني وإني أخشى إن رأيت النساء بني الأصفر لأصبر عنهن فأعرض عنه النبي وراحت نزلت الآية يبقى أثبت بصورة التوبة 49 أن الرسول كان إيه بيفتن الرجالة بالنساء وبيقول للجد بن قيس هل لك في بنات الأصفر وفي تفسير تانية بتقول اخذوا تبوك تهناموا بنات الأصفر وفالراجل قاله أنا ما بقدرش أصبر عن نساء أنا لو شفتمها في توتن وأنت أنا معروف كده في قومي فراحت نزلت الآية بسبب أن رسول الإسلام كان بيغري الرجالة للحروب معاه علشان يغنى مبنات الأصفر وانكمل الإجابة ويؤكد هذا أن صفية وقعت في أول الأمر في سهم الدحية الكلبي كما في الصحيحين أيضا إنها وقعت في سهم الدحية في اشتراها رسول الله بسبعة أرص إيه رأيكم؟ لو رسول الإسلام مش بيهمه ومش شهواني زي ما هم وبيقول ومش بياخذوه من أجل الغناء والنساء النساء ليه بدل صفية بسبعة أرص؟ ليه قال لدحية أهدها وخد مكانها سبعة؟ لأنها كانت جميلة وخلينا نكمل الإجابة وفي رواية أخرى في الصحيحين أيضا أن رسول الله غزى خيبر ودخلها عنوى وجمع السبي فجاءه دحية فقال يا رسول الله اعتني جارية من السبي فقال اسهب خد جارية فأخذ صفية بنت حيي فجاء رجل إلى النبي فقال يا نبي الله أعطيت دحية صفية بنت حيي سيدة كريزة والنظير ما تصلح إلا لك قال ادعو بها قال فجاء بها فلما نظر إليها النبي قال خد جارية من السبي غيرها قال وأعطقها وتزوجها يبقى لما غزى خيبر ودخلها عنوى جمع السبي فدحي قال له يا رسول الله ديني جارية قال له رح خد اللي انت عايزه فرح هو اختر صفية وكانت حلوة يعني جميلة وطبعا بقى الصحابة شافوا أنه خد واحد حلوة رح اضغازه ورحوا للرسول يقول له إيه انت عطيت دحية سيدة بني كريزة والنظير وهي دين يعني محدش أخوتها غيرك يا رسول الله فرح قال له إيه خلاص ورهاني كده فأعتقها وتزوجها وخريني أوريك الكتب قالت إيه في تزويج الرسول من صفية في السيرة النبوية لابن هشام إلى آخر المرجع قدامكم بيقول إيه بناء الرسول بصفية بيقول قال ابن اسحاق لما أعرص رسول الله بصفية بخيبر أو ببعض الطريق وكانت التي جملتها لرسول الله ومشطتها وأصلحت من أمرها أم سليم بنت ملحان أم أنس ابن مالك فبات بها رسول الله في قبة له وبات أبو أيوب خالد ابن زيد أخو بني النجار متوشحا سيفو يحرص رسول الله ويطيف بالقبة حتى أصبح رسول الله فلما رأى مكانه فقال ما لك يا أبا أيوب قال يا رسول الله خفت عليك من هذه المرأة كانت امرأة قد قتلت أبيها وزوجها وقومها وكانت حديثة عهد بكفر فخفتها عليك فزعموا أن رسول الله قال اللهم احفظ أبا أيوب كما بات يحفظني إيه رأيكم هل في عريس بيتحرص من عرصته وينفرحه ويقول خفت عليك من هذه المرأة وكانت امرأة قد قتلت أبيها وزوجها وقومها وكانت حديثة عهد بكفر فخفتها عليك يعني كان بيعمل إيه يعني أكيد كان بيختصبها مين ممكن تردى تتجوز واحد قتل أبوها واخوها وجوزها ووالدها كلها نقطة كمان ممكن أعرف كان بيحرصوا إزاي هل كان بصص عليه يعني بحيث لو هتقتل الرسول يلحقه يعني كده بيتفرج يعني طول الليل واقف بصص عليهم ونكمل الإجابة قال السندي في حشياته على سنن النسائي كأنه ظهر له من ذلك عدم رضى الناس باختصاص ضحية ببسلها فخاف الفتن عليهم وفي شرح النووي على صحيح مسلم رأى في إبقاءها لضحية مفسدة لتميزه بمثلها على باقي الجيش ولما فيه من انتهاكها مع مرتبتها وكونها بنت سيدهم ولما يخاف من استعلاءها على ضحية بسبب مرتبتها وربما ترتب على ذلك شقاق أو غيره فكان أخذه صلى الله عليه وسلم إياها لنفسه قاطعا لكل هذه المفاسد المتخوفة يبقى الرسول أخذ أحلى واحدة وبدلها بسبعة جواري مع ضحية علشان ما يعملش مشاكل وهي كمان ما تتكبرش على ضحية هل يعني الرسول اتعلم الدرس لما جاوز ذلك بانتجاحش غصبا عنها لزيد وتكبرت عليه واحدة بيتم اختصابها كسابية بعد قتل أهلها يعني بتزل ونفسياتها مضمرة ويقول عشان ما تتكبرش على ضحية هل دي تبريرات أنت ممكن تقتنع بها كمسلم لأنه معروف أصلا أن الرسول بياخد صفي المغنم وخلينا نكامل الإجابة قال ابن حجر في الفتح المراد بسهمه هنا نصيبه الذي اختار نفسه وذلك أنه سأل النبي أن يعطيه جارية فأزلنا له أن يأخذ جارية فأخذ صفية فلما قيل للنبي أنها بنت ملك من ملوكهم ظهر لها أنها ليست ممن توهب لضحية لكسرت من كان في الصحابة مثل ضحية وفوقه وقلت من كان في السبية مثل صفية في نفاستها فلو خصه بها لأمكن تغيير خاطر بعضهم فكان من المصلحة العامة ارتجعها منه واختصاص النبي بها فإن في ذلك رضا للجميع وبهذا يعلم أن النبي لم يأمر بقتل زوجها ليتزوجها بل لما قتل زوجها يوم خيبر أحسن إليها النبي بأن أعطقها وجعل عطقها صدقها كما في الصححين وغيرها شوفوا يعني التبريرات اللي عمال يحطوها عشان يهموك أن الرسول ما كانش هدف ويعني أنه هو بيأخذو عشان يأخذ الستاته وأنه شهواني وأنا هقولك يا مسلم حدثة مشابهة أن خالد بن الوليد قتل مالك ابن النويرة وقطع رأسه ونزع على مراته على مرات مالك ابن النويرة حتى أن عمر بن الخطاب كلم أبو باكر أنه يعزله بسبب أنه قتل مسلم مش حتى غير مسلم يعني كافر هل يعني أنت تصدق أنه دي تعليم ودي تعليم اتعلمها خالد من مين دي تعليم اتعلمها من رسول الإسلام وقف على الرسول الإسلام من الطبيع أن السبي بعد الحرب يعني الرسول مش بيؤمر عشان ياخد هم طبيعي بعد ما بيقتلوا بياخدوا النساء حتى لو جوزها عايش روحوا لصورة النساء 24 هتلاقي أن هم كانوا حتى لو جوزهم عايشين بيختصبهم وده في صورة النساء 24 فده مش تبرير أن الراجل تقتل الأول ولا الراجل ما تقتلش ولا تقتل بعدها أخد بعدها أخده ولا قبل قتله ولا بعده كلام فاضي كل ده لأن حتى لو ما تقتلش هياخدها وأنا هسيب معاكم المرجع اللي فيه البداية والنهاية حطوا قدامكم المرجع كله اللي فيه خالد بن الوليد نزع إزاي على مرات مالك ابن النويرة فهنا بيقوله إيه لو أنت شفتوا المرجع إن عمر قال له قتلت إمرئا مسلما وأنا زوت على إمرأته والفرق إن مالك ابن النويرة قبل ما يقتله خالد قال له أنا مسلم يعني كان بيقوله أنا مسلم ما تقتلنيش وبرده خالد أتله واللي كان مدايق عمر بن الخطاب إن أتل مسلم ونزع على مراته لو ما كانش مسلم ده عادي إنهم يعملوا كده وعلى فكرة أبو بكر لا رجم خالد بن الوليد ولا عزله وخلينا نكمل الإجابة وأما من ناحية المعقول فلابد من النظر في سيرة النبي حال شبابه وقبل نزول الوحي ثم في حال كهلته بعد نزول الوحي وكيف لم يتزوج إلا إمرأة واحدة سيبا تقبره في السن وهي السيدة خديجة رضي الله عنه فهل يعقل بعد كبر السن ونزول الوحي وتحمل أعباء الرسالة وتكاليف الديانة أن تنقل حياته إلى طلب الشهوات والقتل من أجلها سبحانك هذا بهتان عظيم طبعا خديجة هو كان شغال عندها وهي بتملك نص تجارة كوريش وكان مستحيل يتجوز عليها لكن لما ميت الطلب من خولة بنت حاجيم تخطب له وقالت له أنت عايز إيه سيب ولا بكر قال لها عايز الهتنين وتجوز سودا وعيشها في نفس الوقت أو عايشة يعني يبقى محدش يقول أنها كانت أكبر منه لما تجوزها أصليما يعني واكتفى بوحدة ما يقدرش تجوز عليها هي اللي بتصرف عليه أصلا وده في القرآن لو أنت روحت بيقول كده كان عائلا في أغنى ده لما أنت تروح لتفسير القرآن هتلاقي أن فيه كان فقيرا وأغنق بما الخديجة وخلينا نكمل فالمحتم أن كل زيجة من زيجاته إنما كانت الحكم تشريعية ودواعي إنسانية فقد سبق ذكر ذلك مع تفنيد ما يدور حوله من شبهات باطلة في الفتاوي ذات الأرقام التالية طبعا قدامكم كما سبق أصبرت زوجه من صفية بنت حياية على وجه الخصوص في الفتاوي والفتاوي قدامكم بعد ما شفنا النهاردة في الحلقة هل أنت ممكن تصدق أن واحدة يقتلوا أبوها وأخوها وجزها وقومها تبدأ تتجاوز القتل رجعوا لتفسير سورة النساء 14 زي ما قلت لكم وشوفوا كانوا بيختصوا بأن النساء إزاي حتى وأزواجهم عايشين فما بالكم لو قتلوا أزواجهم وألتقي بكم في الحلقة القادمة من سين وديم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر